موسيقى لا صراحة أنا لا شك أنه حياتي الفنية وارتباطاتي بعملي هو عم ياخد وقت كتير من حياتي الخاصة ولكن بجرب قدمة فيه بأوقات فراغي أوقات اللي أنا ما عندي ارتباطات فيها أضيها معهم وعبكير معهم فسحهم أطلع معهم قضي وقت كتير بالمزرعة المزرعة هي إذا بدك دايما للراحة وللحب وللعطاء دايما للقاءات مع أصحابي مع عائلتي عملهم تقريبا كل وسائل التسلي والراحة لأولادة قضي وقت أكتر وعم جرب قدمة فيه أنا طبعا عندي بيت بيروت وعنا المزرعة بالجبل بيتنا بالضايعة بس بجرب قدمة فيه خليوا وقت يعني بوقت الفراغي قضوا بالجبل لأنه بدي إياهن يرتبطوا بيكون فيه عندهم انتماء عندهم انتماء لأرضنا والاختلاف على على محبة لبنان إذا بدك أنا بعتبر الكل بيحبوا لبنان وإنما كل واحد عم بيحبوا بطريقته قدمنا أعمال عدة أعمال قدمت أنا أعمال يعني بهيدا المرحلة كانت بتحكي عن الظروف اللي هميروق فيها لبنان وشعب لبنان بيحبوني بكاركتيري اللي أنا بغني فيه لما بكون بكارتاج أو بجرش أو بألبرت هول كانت قبل بفترة يعني هيدا أنا هيدا عاصل حلاني اللي أنتم بتحبوه مثل ما أنتم بتحبوه حيكون ما بجرّي بغير وهيدا اللي دايماً أنا بس على قلو بالنسبة لآله طبعاً وقوفي على خشب الدار الأوبرا وعلى المسرح العريق اللي له تاريخ أديم جداً وماضي مشرف طبعاً للفن العربي واستقبل نجوم كبار قبلي كمان فطبعاً أنا كان إلي الشرف أني أقف على هالخشبة وعلى هالمسرح وقدم لجمهوري الحبيب اللي كان معي ليلي من الفن اللبناني والفلكلوري بالإضافة لبعض الأغنيات طبعاً أقدمنا باللهجة المصرية كنت سعيد كمان أنه هو الهدف كان من إقامة هالحفل الهدف إنساني وخيري أنا غنيت بمارينا غنيت للفنان الراحل عبد الحليم أنا بحبه كتير يعني وأنا لما أغنيله هو تحية مني لأله قد ما أنا معجب فيه وقد ما أنا معجب بشخصيته بتاريخه الفن المشرف وأنا بالنسبة لأله هو مثال لكل فنان عربي يعني فبجرب بحفلاتي بمرق بعض المقاطع من أغاني يعني ما بغني كل الأغاني يعني أنا كعرفة آية طبعا منت المصار مبارح هلأ وأنا كل ما أقول التوبة غنيتها مقطعين منها بس في بعض الأغاني هيك مرأت يعني مقاطع صغيرة منها لأنه بحسة بتلون بتلون السهرة ومن محبتي طبعا بأغنياته ومن محبتي فيه شخصيا أنا مبارح حصل معي فاصل يعني بيتورخ بحياة الفنية أول مرة بيصير معي فصل نحنا كنا أطلعنا تسألت أدي بدنا وقت تنوصل على الأوبرا وأنا أول مبارح لما طلعت على البروفات أخدت معنا ماكسيموم مع زحمة السير أخدت معنا ساعة ومفروض ما تاخد هالأدة يعني هي إذا بدنا من دون زحمة سير ومن دون مفروض يعني ماكسيموم مصر جديدة الأوبرا تاخد حوالي ثلث ساعة نص ساعة بالكتير فأنا على البروفات تروحتي قبل بساعة أخدت معنا ساعة كان في زحمة بتاعفي بعد الفطار ونسخ بره وخرجت انطلعت برات بيوتها فمبارح قالولي الساعة عشرة حتغني أنا قلت بطلع من الأوتيل تسعة إلا خمسة تسعة إلا عشرة بوصل لهونيك إذا وصلت تسعة عشرة إلا عشرة عشرة إلا ربع بقعد برتاح ربع ساعة وبرجع بطلع بغني أخدت معنا السكة ساعة ونص ينهر أم يعني إذا كنت ده على أعصابك طبعا والموبايل كل شوي يرنه من المسرح رئيسة الجامعية عواطف سراجدين يدق شريف دية يدق المخرج انتوا فين دي الحفلة حطبوز دي كانت الساعة حوالي عشرة وعشرة تقريبا فأنا اتطلعت في السواءل معنا قلت له يا واليد قدامنا قدي ايه قال لي يا أستاذ عاصم شو عارف أنا ممكن تاخد ساعة ممكن تاخد خمس دقايق يعني كنا نحنا قبل برج القاهرة بعد كان السكة مقفولة على الآخر يعني ما في مجال فأنا قاعد بالعربية كل يعني خمس دايق تمشي العربية يمكن مترة أو مترين عملت ايه؟ أنا وكان معايا جمال فياد جمال فياد وأخوي علي وعمر زازة والكل اللي معايا نزلنا ما قلت له نزل وروح ماشي قال مش معقول والسكة زحمة للناس في الشارع وكله بيمشي قالت له ما في مجال يعني يام نروح ماشي أو أما بتروح الحفلة علينا يانهر قبي نزلنا مش 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 مشينا جاري ركض حوالي اتنين كيلو متر والله والمصحف يعني أنا أول مرة أنا مصدك لأن أنا وقفت ساعة في نفس المكان أول مرة أول مرة بتحصل معي ينهار فأنا ماشي ركض تلفنت على المسرح لقونا لبرة لفوتونا لأنه بتعرفي في حراسة برة وعلشان أمن وما أمن ومش عارف إيه وما بعرف منين المداخل والمخارج بالأوبرا لقوني لبرة على الشارع شريف ضية والأمن ودخلونا على المسرح فأنا دخلت المسرح معطوة نفسي وعرق عرقان يعني تعبان فكانت فصل لأول مرة بتتورخ معي وصلت أنا عامي الحساب بوصل برتاح خمس دقايق وبطلع على استيج وصلت ألدغري على المسرح ينهار أبيض فأنا طلعت للمسرح يعني عشان كده أنا قلت يعني أول عشر دقايق كنت أنا كنت متوتر جدا وبعدين بصت بقى لقيت خلاص عاصي دخل بقى لا وصلت أنا على المسرح بسرعة بسرعة أطلع على استيج كانوا يعني عم بيقدموني وبلشت المعزوفة فيعني حسيت كله ارتباك بارتباك ويعني لا موقف طبعا ما استعداتش بدي أعمل على استيج بعد بعدني أول ما عم بطلع يعني عالي أنا قبل ما أطلع بقى في شوية بيني وبين نفسي بحضر حالي لو أطلع بدي أقبل ناس بدي حتى لو حفلة كانت بالأوبرا أو غير الأوبرا يعني الليل وساماره على جبينك ونسيب الحلوة تغني لك الليل وساماره على جبينك ونسيب الحلوة تغني لك يا أمر الليل والأد نحيل يا أمر الليل والأد نحيل على شالك أنا رح أقول مواويل لدي ديدي يا ليل ليل لدي ديدي يا أمر الليل 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 شكرا